مستمعين نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامج البيئة خط أحمر في حلقة اليوم مداخلات هاتفية مع اختصاصيين ومتابعين لهذا الملف لنسأل عن مد اعتماد الضرائب البيئية في لبنان عن الاعفاءات الضريبية التي تقدم للشركات التي تحافظ على البيئة وعلى نقاط أخرى مرتبطة في هذا المجال مستمعين ننتقل في هذه المداخلة الهاتفية إلى رئيس جمعية الخط الأخضر دكتور علي درويش دكتور علي درويش أهلا وسهلا بكم يعافيك الله يعافيك دكتور علي في هذه الحلقة التي تحمل عنوان اطفع للبيئة سوف نتحدث عن الضرائب البيئية الاعفاءات الضريبية البيئية وعن هذا المفهوم هل هو مطبق في لبنان أم لم يطبق منذ سنوات برغم موجود قوانين ومواد قانونية عديدة تشير إلى هذا الموضوع بطريقة مباشرة أم غير مباشرة خليني أبدأ معك دكتور علي درويش بالحديث عن مفهوم الضريبة البيئية وأنواعها قبل ما نحكي هل هي موجودة في لبنان أم غير موجودة يعطيكم العافية الله يعافيك تكتور على الترطيط على الموضوع المهم جدا اليوم الضريبة البيئية هي الناس ما ترتائب يعني ويدفعونا شي جديد هي مجموعة أو حسن الإجراءات التشريعية والمالية اللي تتهدف بشكل أساسي لتحسين الأداء البيئي في المجتمع ولتحسين الأداء البيئي للقطعات الاقتصادية المختلفة وهذه الضريبة اللي عم نحكي عنها أو الضرائبة البيئية أو الرسوم البيئية هي مشي جديد في غالبها يعني في محل ما طبقوها من الدول الثانية بالأغلب ما كانت ضرائبة جديدة ما كانت رسوم جديدة تفرض على المواطن إنما كانت تحديث وتطوير للنصوص والتشريعات البيئية الضريبية القائمة اللي بشكل تضمن العدالي البيئي وتحول العبء الضريبي لاستهلاك الموارد الطبيعية على من يستهلك أكثر من غيره طبعاً بيكون هناك حد أدنى من الاستهلاك اللي هو للطبقات الفقيرة والمعدمة طبعاً مع ترشيد ومع تأمين خدمات أخرى ومن يستهلك أكثر على جميع الصعود يتحمل الجزء الأكبر من هذا الضرائب اللي بطلع في غالبها مش جديد وليش هذا الشيء اليوم نحكي عنه لأنه اليوم أغلب أو كل نمط حياتنا الحديث يعتمد على موارد طبيعية اليوم نحكي عن المياه عن الهواء عن التربي وعن الطاقة كل هذه الأشياء هي موارد طبيعية تستنزف وتنزهي يعني الاقتصاد الانبنى اقتصاد عالمي حتى الانبنى خلال 200 سنة قام على استهلاك غير مضبوط وغير مرشد واستهلاك مفرط للموارد الطبيعية اللي أدى فينا إلى تظاهر نوعية هذه الموارد على المستوى العالمي بأشكال كبيرة ولبنان مش بعيد عن اللي حصل بالعالم يعني اليوم نحن لبنان نياهنا بغالبيتنا ملوثي هواءنا ملوث ربطنا مهددي كل يوم نسمع عن أصص جديد كل يوم نقرأ بالتقارير الجديدة وسائل النقل حدث ولا حراج اعتماد كبير على السيارات الخاصة من دون أن يكون هناك وسائل النقل تحترم حد الأدنى من تروط النقل النقل الجماعي نحكي يعني من عقلات من قطارات اللي يفترض هي أن تكون البديل يعني أيضا نتكفي هون حتى مع أي فهم كمان المواطن وهيدي عم بيحقون الضرائب هذه الإجراءات والضرائب والقوانين والتشريعات لا تأتي من دون إجراءات مكملة على كل هالقطاعات اللي احتينا عنها يعني اليوم احنا ما كنا نجي نقول له المواطن أنت ما تدفع ضريبة استهلاك أو تلوية الهواء لاستعمال السيارة الخاصة إذا ما كان هناك بديل اللي هي الحاصلات النقل العام اللي هي بجابوك تحترم حق المواطن في التنقل بشكل أساسي عندما السياسة متكاملة تلحظ هذا الموضوع أي طبعا طبعا يعني اليوم المصانع اليوم استهلاك المياه كل هذه المواضيع إذا لم تكن هناك إجراءات مكملة وتحقق العدالة للمواطن لا يمكن أن تنجح عملية التكليف الضريبي البيئي بأشكال المختلفة نعم ذكرت حضرتك دكتور علي دربيش مماذج عديد اليوم يمكن أن تنطلق منه عملية فرض الضريب البيئي اليوم ما ممكن يكون في عنا ضريبة على الأملاكة النهرية والبحرية العامة ضريبة على الوقود ضريبة يمكن على من يمتلك أكثر من سيارة أو زيادة الرسوم على السيارات لمحركاتها كتسبب بإمبعاثات مضرة للبيئة نحن وقت من أمن على المستوى السياسات والتشريعات كل الوسائل والسمل التي تضمن للمواطن العصول على حقوقها من هذه الموارد بشكل عادل بإمكاننا تطبيق ضريبة البيئية بشكل أحسن نحكي اليوم عن مياه الأمطار لأننا بلد معروف قاني بالمياه كل ما كبر حجم البيت وكل ما كبر حجم السقف بيزيد تدفق المياه إلى الشوارع وإلى أخنية الصرف ونسوق الحظ بالفترة لإنتالة الحرب أهريجي صار ما عندنا قنوات تصريف الأمطار بشكل أساسي انتهت قنوات تصريف الأمطار وصارت تصريف كله سوى صرف الصحي مع مياه الأمطار في أخنية واحدة وتذهب إلى البحر بغالبيتها فهذا يسبب هذا الكبير للمياه لعملية إعادة تغذية للطبقات الجوفية وهذا ناتج عن الزحف العمراني الزحف العمراني عشوائي وعدم تنظيمه وعدم تنظيم السراجعات وعمليات براء تحف الأرض وكل هالإشياء هذه لو نظمت كان فينا نكسب على الأليل نصف المياه اللي تذهب اليوم إلى البحر مع كل ما تأخذه من تربة والجرافات وغيرها فهي جزء كثير أساسي إذا عم نحكي عن صيانة موارد المائية ولكن أنا عفوا لأكلي بدي أحكي على الموضوع هذا بدي أمن البرع التحتي إلى الشيء هذا يعني معنا ما في قط المواطن اللي يحول أخنية الطرف عنده مياه الأمطار إلى شبكات غير موجودة ما في معامل المحطات لمعالج هذه المياه عم نحكي عن محطات بسيطة لمعالج مياه الأمطار وإعادة ضخة إلى الطبيعة اليوم في دول أوروبية بدأت تحمل المواطن ثمن معالج المياه الأمطار وإعادة ضخة إلى الأنظم الطبيعية لإعادة تغذية المياه الجوفية هيدا الشيء بدي يكون فيه الوانا تحدي اليوم أنا ما في يحطها من دون ما يكون في عندي الوانا تحدي أولئك موضوع المياه برك السباحة والطرق الرأي القضية اليوم اللي بدي يعمل فيلا ويعمل في مسبح يعبيت لك أربع مرات في الأسبوع من أبار بدي تعلم أو بدي فهم أنه هذا الشيء هو استهلاك مفرط عن الاستهلاك العادي للإنسان وهذا الشيء يكلف ثمن المياه حتى لو كانت من بيع خاصة يكلف ثمن المياه ثلاثة أو أربع مرات يصبح أكتر ثمن المياه التي تؤمن وتعود هذه الضرائب شيء أساسي فيها هيدا أنه هي ميش ضرائب جيدة ولكن ضرائب معدلة وتعود في غالبيتها أو في جزء كبير منها لا دعم من يحترم الطبيعة ومن يستهلق أقل ومن يحترم المواد الطبيعية ومن يقلب استخدام المجموبيدات والأسفل الصناعية يعني كل هيدا مين تحديدا يعني يحدد عوائد هذه الضرائب إلى من تعود بالضبط عدد السيارات فيهم السيارة الثانية والثانية فيهم العائلات لأنه ما فيه عند ما عندي متنقل في عائلات تضطر إلى أن يكون هناك أكثر من سيارة نعم ركن السيارات المواقف المرائد كل الأقصص هذه اللي هي تشكل ضغوطات إضافية على المواد الطبيعة كل هيدا الإشياء اللي عم نحكي عنها مصانع معالجة نفايات معالجة مياهة المتذلي حتى المواد الاستهلاكية مواد التغليف البلاستيك كيس النايل ومتكيس البلاستيك كله هيدا إذا ما كانت موجودة بالتشريعات ومدائلها ومن يتحمل هذه الكلفة وإلى أين تضح هذه النقاط موجودة في القانون اللبناني يعني تحديد إلى من تذهب هذه العائدات من يحصل لا يعني اليوم نحنا شاهدنا بالكلم العمس ليه أنه النواق الضربية تذهب إلى صندوق وتخزن فيها وفجأة تستولي عليها دولة أو السلطة لصرفها في غير مكانها وهذا اللي صار بأموال الصندوق البلدي المستقل وصار بصندوق أخرى أموال ضمال اجتماعي وكل هذه الأشياء خلينا نوضح دكتور علي درويش نقطة مهمة ذكرت هناك ضرائب لا يمكن السير فيها في ربنان لأنه ليس هناك بنا تحديدة وعطيت أمثلة عديدة ولكن في ضرائب يمكن السير فيها مثل من يقوم بالقضاء على مساحات خضرة شاسعة لا يطلع بمشروع بناء أو من يقوم بقطع أشجار معمرة أو مثمرة يعني اليوم كمان هذه المخالفات موجودة ويمكن تغريم من يقوم بها طبعا المخالفة وتبعا الألون اللبناني هذا بيختلف عن الضريبة سرنا نحكي عن مخالفة مختلفة نعم ضريبة الشيء نعم جزء من التعديلات اللي بيصير هو التعديلات اللي على قانون بناء اليوم البناء العشوائي اللي صار وفي بعض المناطق الاستثمار الكل لفتح الأرض وعدم وجود تراجعات واستثمار الكل تحت الأرض كل هذه الأشياء وجهت نمط التمدد الأمراني إلى أكبر كمية من الربح مش أفضل كمية من الربح وهيدا الشيء طبعا بالإضافة إلى غياب تطبيق القانون يعني اليوم اللي ذكرتهم هني غياب تطبيق القوانين هيدا لو حتى حطينا أحسن القوانين بيئي إذا لم يكن هناك تطبيق للتشريع لا يمكن الوصول إلى الهدف المرجو يعني اليوم فيه قانون أربعمائة واربعارين أنه الملوث يدفع صحيح يعني وين المراسيم التنظيمية اللي صدرت من بعده فيه قانون محافظة على المناظر الطبيعية تحديدا الأملاك البحرية ولي قطع التواصل الشاطئ وقطع المنظر عن الساحل قطع المنظر الطبيعي وهذا موجود بقوانين عمر مئة سنين إه لا تطبق لأنه هناك أصحاب مصالح ومافيات والتشابكات مع السياسيين إذا لم يكن السياسيين هم أنفسهم من يقوم بهذه الأعمال فإما هون نرجع للسياسي في دولة للجميع وفي اقتصاد للجميع إما أن تكون كما هي الحال اليوم يعني تلتيني وكل واحد بشتنا رأسه وهذا بمرأ لهذا وهذا بمرأ لهذا وإذا أصداد غابي مع الشيء لأنه تعديل تصنيف الأراضي من زراعي إلى ديناء وكل هذه ألعاب التحايل إه وهيدي موجودة لسوق الحظ بالنصوص ولكن القانون لا يطبق نعم اليوم بكتور علي درويش برأيك يعني القاعدة الفعالة أو الأكثر تأثيرا هي فرض ضريبة لمنع المخالفة أن فرض ضريبة لتمويل إجراءات الحماية أو التعويض لما هني اتنين تبعي يعني فيه شغلتين عم نحكي نحن عن إجراءات لتحسين الأداء البيئي المجتمعي والاقتصادي اه واللي هي تحوير بعض الضرائب لخدمة الموائل الطبيعية هذا واحد ومن يخالف يدفع أكثر يعني مش أنه أنا والله أزاجين عملت واجبي ما يدفع ضريبة لأ في حد أدمن الضريبة رسوم شو بدنا نسميها تدفع هذا بأساس بناء الدولي واقتصاد الدولي يعني اليوم ما بقى في شي يتأمن البلاش يعني المي اللي كانت تجي عن النبعة من زمي وحي وحد يعبيها ما بقى موجودة بدهوا في شبه المياه تزود المنازل بالمياه فهي دي إلى كلفة وكل صيان مين بيدفع وهون من يستهلك أكثر يدفع أكثر نعم وإضافي يعني مش أنه والله اللي يستهلك مترين بيدفع الضعف يدفع الضعف وأكثر للمساهمة أكثر في تمويل البناء التحتية اللي بدأ تطوير على مدى السنين يعني من إحنا جزء كبير من مياه تذهب في الشبكة وتقول مصالح المياه ومؤسسة المياه إنه أربعين بالمية من مياه تذهب هدنا في الشبكات يعني بيوم كل منضخ بالشبكة أربعين بالمية بروحوا ما حدا بيعرف وين نعم وهذه سموه هذا الفني يعني حضرتك دكتور علي درويش عم تلفط إلى أهمية طرح مساهمات حماية الموارد البيئية إضافة إلى الضريبة التي تفرد على المخالف أو على من يلوث هذه البيئة المخالف هذه غرامته زيادة نعم يعني دايما أنت بتدفع ضريبي على السيارة وعلى النقل وعلى البنزين وعلى استهلاك البنزين وكل هدو بس جيتي خالفتي هذه مخصة هذه شي تاني يعني هذا عامل إضافي دي هو يعني أنا بقول له إن ده المصانع بدك تشجع عملية استردات العبوات كان فيه مر الثقافي على ثلاث عقود من الزمن إنه شربوا كبه صحيح بينما كانت قابل فيه رهنية على الأنين وتدفعيها وتجعل تسديها مرأة ثلاث عقود من ثقافي مختلفة تشجع على الاستهلاك وات إنتاج النفياس اليوم من يجب أن يتحمل هو من ينتج هذه النفياس لإستردادها ويعادة تصنيعها أو يعادة استعمالها وكل هذه الطروحات التقالية اللي عم نحكي فيها نعم مثل وضوع كيس النيلون اللي ما نشوفها ببلاد بر أنه يدفع ضريبة على الكيس بكتر منه وقت اللي بصير يدفع ألف ليلة تقدر يضب يده بصير بياخد كيس لأماش معه من البيض بيبط هاي دي هاي دي واحدة من العناصر بياخد كيس النيلون بيستعمل الكيس لفضلاته يعني قد ما بيقدر يتحمل بياخد كيس مستعملي أنه عندهم من البيض هو حر يعني هون بس في اللي بصير في حافظ مادي عنصر محفظ مادي بصير الموضوع مختلف برأيك دكتور علي درويش لما بلش نطفع مقابل ما نستهلكه من موارد البيئة بيتغير سلوك المواطن تلقائيا على مرة السنين بتغير يعني ديوم نحنا على سوق الحظ بجرد هذا مجتمع اتعرض إلى أكتر من ثلاثين سنة من عمليات تغيير بعقيته وطريق التشكير ووعيه وكل هذه الأشياء على مرة ثلاثين سنة بينامت مختلف على الأداء الاجتماعي موضوع زبائني موضوع تنفيعي موضوع فساد يعني كل هذه الأشياء إذا ما بلشت اليوم وصرنا فيها على سنوات مع ضوابط مع الشريعات مع حوافز حتى ما اللي تقوله العالم إنه دايما دايما عم يتواجعون لا في حوافز بتكون اللي بيخفز المستلويض اللي بيخفز بالاستلاك بياخد حوافز عليها اللي ما بينزح على المدينة وبيتمسك بأرضه وبيزرع فيها وبعيش تحت نمض أو تحت مستوى العيش في المدينة هذا الدولي لازم تأذره إياها وتعطيه محفزات لأنه حافظ على التوازن الاجتماعي وعدم تسبب ارتضاع بالمدن مش إنه هذا القاعد بذيك نحن نهمله ونتركه وزفقر معلش يعني نعم ونقدر نستفيد كمان من تجارب هذه الدول نستفيد من تجارب الدول ونمشي فيها لقدان يعني ولكن الهدف نرجع أقول نحن اليوم بالإضافة لعملنا بإيه نحن بحركة فياسية نطمح إلى مجتمع متماسك إلى اقتصاد متماسك إلى دولة فعليا تحمي مجتمعه وتحمي اقتصاده تحمي المجتمع من خلال اقتصاده ومن خلال السياسات يتحط وهذا مش فقط على فطاع البيئة عائشة تانية ولكن فطاع البيئة اليوم هو فطاع الأساسي من الحياة لما الهواء ملوث من يدفع فاتورة الهواء الملوث في لبنان من يدفع الفاتورة الصحية عم ندفع الفاتورة لأسف مصحتنا وسلامتنا وأعمارنا تكون على مسؤولية الدولة مواغنة الدولة ومال الناس طبعا بالإضافة للأموال التي تدفع من جهاد سياسية مختلفة وشبكات دينية وغيرها ولكن ما في أنظم تنظم عملية تلوية الهواء تخفت منه تدريجيا إلى الحضور المقبولي نحنا في الدراسة عملناها فوق الخمسة عشر سنة وغيرها دراسات أخرى تقول أن السائر الناجم يحتلوث الهواء في لبنان والفاتورة الصحية فقط تسوق 250 مليون طولة سنوية ما دعم حتيكي بالأثان وخمسة طب نحن اليوم 2021 وما تغير شيء بلبنان إلا إلى الأسوأ صح صح طيب تلوث المياه تلوث المواد المائية الملوثات اللي تتبش عن المؤلدات المنتشرة في الأحياء نتيجة غياب سياسي لإنتاج الطاقة وكلنا بنعرف ليش بالسياسي وعدم الدخور في نظام الطاقة المتشددي اللي حتى أجل شركات عرضت أنه هي تبني وتستثني نحن حتى هذا معرفنا النظمة نعم يعني حتى هذه الشركات يخرج وتدفع للخزين ولو أنها تستثمر ونحن فينا النظمة بشكل يضمر مصالحنا نعم نخفف التلوث والخسائر الناجمة عن استيراد المحروقات اللي نحن مش عم ننتجة اليوم وكمان كلنا منعرف كمان يصبح تفاقات فيما يتعلق بالمحروقات ونوعية المحروقات أداء أداء الحكومات والجهات المعنية بكل الملفات البيئية التي جرى إدارتها منذ سنوات لليوم لذا في الأساسي هو بناء دولة عادلة تضمن للإنسان حياة كريمة نعم ومش نحنقول تعمل مثل رابين هود بس إلى حد ما تأخذ من المقتدر لأنه يصرف ويستهلك أكثر وطاق يعني تؤمن مستوى العادلة بالمواطن صحي شكرا لك رئيس جمعية الخط الأخضر دكتور علي درويش أهلا وصهلا فيك